تفاعلوا مع قناتكم النهار أول قناة إخبارية في الجزائر تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب نعود إلى قضية الخليفة وبعد أربعة أيام من انطلاق محاكمة الأخير بحضور جميع المتهمين والشروع في استجواب المتهم عبد المؤمن نرفيق خليفة اختلفت وجهات النظر في عدة نقاط بما فيها طريقة الاستجواب في حين قال آخرون أن القاضي أجبر الخليفة على الاعتراف ببعض الوقائع التي أنكرها سابقا التصريح مع وليد بوهروة أولاً كانت أسئلة لما عندها حتى علاقة بقضية الملفة الخليفة وبتالي عبد المؤمن اليوم راهم يحاكموا فيه على أساس الملفة الخليفة إذا كنت سألني على شركة أرويس فيهم ملف آخر يجي فيما بعد أنا ما كالطرف المدني عندي الحق نطرح السؤال لمعرفت أنا القاضية هذه بغض النظر على المبلغ اللي طالب به الشركة نحن إذا كنا عنا حتى عشر دانانير راحوا في جهامان نحن طرف مدني ارتكى في الدفاع الطرف المدني ولا الدفاع الآخر يستعين بأي واقع تقنع ارتكاب الجرم في الجزء يستعين وللرئيس أيضاً أن يوقفه إذا ما رأى أنه غير مجدي فالأجوبة كانت على حسب الأسئلة المطروحة ولكن تبقى دائماً بعض نقاط غير واضحة نتمنى أن هذه النقاط ستوضح مستقبلاً بالرجوع إلى الجواب على الخليفة أنه لاحظنا في بعض الأحيان أنه كان يتهرب من بعض الإجابات خاصة فيما يتعلق بالعقود لطالة يقول لك ما مدتش عليها وطالة يقول لك فعلاً كانت هناك رهون مقابل حصوله على بعض الأموال بمنك وطني طالة يقول لك ما سمعت بها هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبح لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم